موسيقى أعزائي طلب طلبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخصص الالكترونيات أهلنا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية حنكمل بقية الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة وآخر حاليا كنا وقفنا عليها ان احنا عايزين نعمل التعديل التساعي والكشف اللي هو الرسمة التخطيطية اللي خدناها في الحلقة السابقة اللي هي بتقول الغرض من التعديل الاتساعي طبعا قلنا في الغرض من التعديل التساعي ان انا ببعت موجة تردد مخافض وبعمل لها عامية التعديل موجة حاملة تشيل موجة تردد مخافض وبعد كده ابعتها على جهزة الاستقبال وفي دائرة الكشف هناك بني بتدي نفصل الموجة الحاملة اللي هي ترددها عادي عن الموجة المحمولة ترددها المخافض وباخد الموجة تردد المخافض الاصلية اللي انا كنت بعتها طب الكلام ده عايزين نعمله عمليا يبقى انا دلوقتي زي ما قلت لك عشان اقدر اعمل حاجة عملي الاول بمسك الجزء النظر بتاعها التجربة اللي انا عايز اعملها زي ما قلت لك الحلقة السابقة عملية ان احنا نعمل التعديل التساعي عمليا دي موجودة عندنا تجربة في معمل النظر طب عشان اعملها بقولي نفسي قبل ما اخش المعمل التجربة دي ايه اللي انا عايز فيها اللي انا عايز فيها اشوف اشارة معدلة انا لسه قاله اشوف اشوف زي ما قلت لك في الحلقة السابقة عناية في المعمل اللي هيوريني ان انا اشوف الاشارة المعدلة جهاز الاسيسكوب يبقى دي اول جهاز اعرف ازاي بحدد الاجهزة من خلال اسم الحاجة اللي انا عايز عملها من خلال اسم التجربة تعديل التساعي تعديل التساعي في موجه حملة وموجه محمولة موجة الترد مخفض وموجة الترد العالم هجيبهم منين يبقى لازم يكون عندي في مولد الترد مخفض ومولد الترد عالم تعديل يبقى في دايرة تعديل في دايرة تعديل شفت الاشارة المعدلة اللي خارجة من دايرة التعديل لازم اشوفها عشانổه لأي ا 기� американكيسكوب مش تشوف الاشارة اللي خارجة بس لأ ده انا قبل ما شوف الاشارة اللي خارجة لازم ما شوف الاشارتيني داخليا. كراكز كويس او في الكلام اللي باقول. ما تجيش انت تعمل التجربة وتاخد خارج المولد ده تتوسل على عداية التعديل خارج المولد التربد عالي وتروح موسل على عداية التعديل وتروح تحط اطراف الاس böyleسكوب على الخارج عشان انت شوف الاشارة المعدلة ايه مالقيتش اشارة. مالقيتش اشارة. هتفضل بقى. هي فكرة. خلي بالك. بس الفكرة في ايه بقى? ان انا اسناء ما انا بعمل التجربة. بتعلم اصلاح الاعطار. بتعلم اصلاح الاعطار. مهم اول الكلام اللي بقوله. هل دلوقتي لقيت اشارة مش خارجة. ما اقدرش اقول اطرامل اشارة مش خارجة. مش الاول اشوف مقدرش اقول دائرة التعديل على فكرة هي اللي بيتلفة. لا. الاول اشوفوا الاشارات اللي هي دخلت لدائرة التعديل. عشان كده بنقول في الصيانة. في الصيانة. ما تتهمش دائرة انها مش مخرجة حاجة. الا لما تشوفوا الاشارة اللي داخلة. فيه اشارة داخلة الاول ولا لا. طب فيه اشارة داخلة يبنيت الشغل في الدائرة بقى. خلاص لأيقوم الدايرة. لا ما فيش اشارة دخلة هيبقى خلاص الدايرة مستبعدة. هشوف الاشارة بقى اللي هي المفروض الدخلة دي جات من المرحلة اللي قبل كده هيبقى العطل في المرحلة اللي قبل كده. وده مهم. يعني لازم تبقى داخل المعمل وتستفاد بقدر الامكان. بكل خطوة بتعملها في المعمل. كل خطوة بتعملها في التجربة. عشان كده بقول لك ايه بقى? لازم الاول اشوف الاشارتين. بتاع الترد المخفض واشارة الترد العالم. وهم خارجين من مولدات كده. ووصلوا لحد داخل دائرة التعديل. اتأكد ان هما دخلوا دائرة التعديل. دائرة التعليق. لو مش تلفة هاتخرج للاشارة المعدلة ايه ايه? مفيش فيها كلام. طب اشارتين دخلوا وما خرجتش اللي ايه? الاشارة المعدلة. بيبقى خاصة الاطل في الدايرة. عرفت خطوات تشخيص الاعتار بتتم ازاي? بالنفس الكلام. وفي نفس الوقت خلي بالك. اتخلي بالك. انا ما اتهمش دائرة التعديل ان هي تلفة. لا. الاول مش اقول ترانزيستر تالف ومقاومة تلفة وكلام ده. لا. الاول اشوف التغذية بتاع دائرة التعديل. شغالة او الا مش شغالة. مادلوقات الدائرة ديها تعمل تعديل. تعمل تعديل مش تشتغل او تشتغل. تشتغل بايه? تشتغل بالجوز المستمر اللي يشغلها. طب مفيش جود ومستمر والقشارتين داخليين. في حاجة هتخرج? مفيش. زي بالزبط عندك في البيت. الفيشة فاصلة من جوة مفيش كهرباء. وانت مشغل الشاشة. والقشارة موجودة على الدش عندك فوق. ما القشارة موجودة. وما خرجتش ما شبتش صورة انت. تتهم مين بقى? تتهم الشاشة بايزك. لا. الاول اتأكد ان الشاشة دي دخل لها تغزية دخل لها كهرباء. ودي خطوات مهمة جدا 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 في عملية الصيامة. اساس في عملية الصيامة. عشان ما تخشش انت جوة الدايرة شيل الترانزستور وهات الترانزستور تاني وتلاقي برضو الاشارة مش خارجة. شيل الاي سي وهات اي سي تاني برضو الاشارة مش خارجة. ليه? لان دائرة التغزية نفسها التغزية نفسها اللي انت شلتها دي. مفيش جهد تغزية. يبقى العطل برضو من الجهد التغزية. يبقى خلي بالك من الكلام ده كويس قوي. وعشان كده خلال الشرح العامل اللي هنتكلم عليه دلوقتي. هوضح لك الكلام ده بتم خطوة خط. انما دلوقتي انا محتاج ايه في التجربة? محتاج موالد عالي. محتاج موالد مخافض. ومحتاج دائرة التعديل. ومحتاج اسليسكوب. والاسلاك. ده عشان خاص بمين? بالتعديل. طب لو انا هعمل كشف. محتاج دائرة كشف. ومحتاج اسليسكوب. ومحتاج اشارة معدلة اي ام. اشارة معدلة اي ام. عشان كده هنعمل دائرة التعديل ووراها دائرة الكشف على طول. عشان اخدين الاشارة معدلة A-M اللي خارجها من المعدل وحطها على الكاشف وفي نفس الوقت أشوفها في خارج الكاشف ترجع لأصلاقة تانية فصالة الموجة الحاملة عن المحمولة وأضيف بعد الكاشف حاجة اسمها الهاي باس فلتر اللي هو مرشح الترددات العالية عشان يطلع للإشارة زي ما هي تردد مخفض نقية جدا بدون أي مشاكل فيها تعال نشوف الكلام ده شوف الكلام ده على الشاشة كيفية الحصول على الموجة المعدلة تسعين اللي هو الامبروتود مدوليشن عمليا قادي داية التعديل اللي هحتاجها طبعا هحتاج مولد تردد مخفض اللي هيجيب لي إشارة المعلومات هحتاج مولد تردد عالي اللي هو اللي هو مولد تردد موجة حاملة وهاخد الإشارة بعد كده هشوفها عن طريق مين الإشارة المعدلة عن طريق أسلسكوب واحتاج أسلاك التوصيل تعال نشوف الكلام ده هعمل دائرة التعديل بص خلي باك معايا التعديل والكشف الاتساعي اي ام عمليا للموجة الجيبية باستخدام مولد تردد عالي داخل دائرة التعديل يعني ايه مش فاهم منها نفاهم هالك دي بلوك دائرة التعديل دائرة كده خلي باك معايا كويس قوي دائرة كاملة بورده كاملة البورده الكاملة دي فيها مين فيها دائرة التعديل وجوه البورده فيه مولد تردد عالي يبقى اللي احتاجه من بره بس مولد تردد مخفض ولأسليسكوب لا ده البورده ما فيهاش كده بس لا فيها خلي باك باك معايا فيها مولد تردد عالي وفيها دائرة التعديل وفيها دائرة كشف وفيها high bus filter اللي هو بعد دائرة الكشف عشان كده قلتلك دائرة التعديل ايه ام مولد تردد عالي داخل الدايرة نفسها الكلام دي عايزين نشوفه نشوفه ونشوفوا البرده ونشوف كمان الدائرة الخارجية اللي هتغزي دائرة التخزين. اللي هتغزي دائرة مين؟ التخزين. تعال نشوف الكلام. نشوف فقا التعديل ودايرة اللي هي قدات موالة التراضل العالي اللي هي داخل دائرة التعديل. بص بقى خلي بقى معايا. ده موالة التراضل المخافط. ده بتاع الموجة المحمولة. ده اسيليسكوب دي دائرة تغزية اللي حتتوصل بمين بالدايرة دي والدايرة دي فيها الاتي الجزء العلو اللي فوق ده خلي دي اطراف التغزية انما الجزء ده الواحده اللي فيه الطرف الاسود والطرف الاخضر ده مولد التردد العالي وتردده ميت كيلو. الدائرة دي اهي دائرة التعديل وليها داخلين داخل فيه واحد هيخش عليه التردد العالي وداخل فيه اتنين هيخش عليه التردد المخفض يعني الارض هنا مشترك. فيه واحد اهو اللي هو بتاع التردد العالي يعني خارج التردد العالي من هنا هيوصل على الطرفين دور. خارج مولد التردد المخفض اللي هو ده هيوصل على الطرف الارض ده والطرف اللي هو في اتنين. والطرفين دول خارج دايلة التعديل. عزيم. طيب اللي داخل هنا دا داية الكشف. فيه اثنائي وموحد ومكسف. يعني هاخد الاشتراك المعدلة ودخلها على داية الكشف. وبعدين هشوف الخارج بتاع الكشف ازاي اللي هو يفصل الموجة الحاملة على المحمولة. يبقى الدايلة دي هتحط لي موجة الترد المخفض على موجة الترد العالي. الدايلة دي هتفصل لي موجة الترد المخفض على موجة الترد العالي. وده لها اي باس فلتر اللي هو مرشح الترددات العالي. اللي هو هيديني اشارة اللي هي زاد الترد المخفض بدون اي مشاكل زي ما انا قلت لك. طيب تعال شوف بقى كده. لو انا خدت. ركز معا كويس قوي. لو انا خدت الخارج بتاع الترد المخفض ووصلته على فيتنين. خدت الخارج بتاع مولد الترد العالي اللي هو دا. ودخلته على فيواحد. خدت الترددين اهم. وجيت هنا ما لقيتش إشارة خارجة الاحتمالات اللي عندي يا إما دا مش مخرج إشارة يا إما دا مش مخرج إشارة يا إما داية التغذية دي أساساً موصلتش هنا وما تشغلش الدادة الدادة مش تغلتش عشان كده بقولك ركز وإحنا ابن الكلب وركز وإحنا في المعمل كل خطوة لازم تستفد منها تعال شوفها الأول هنمشي إزاي ولازم أشوف الإشارات اللي خارجة من المولدات قبل موصلها على هداية التعديل وأول حاجة أعملها أوصل داية التغذية على هداية مين التعديل تعال شوف الكلام طبعا زي ما قلت كده الأجزاء اللي عندي اللي هي اللي خاصة بالتعديل والكشف يعني التعديل والكشف برضو اللي هو قادي مولد ترد مخفض وقادي داية التغذية فيها زائد 15 ونقص 15 وأرضي ده أسلسكوب وبعدين عند البوردة بتاعتي اللي فيها داية الكشف والترد العالي وداية التعديل والهاي باس فلتر أقربها ليا عشان تقشيفها أدي التغذية أطراف زائد 15 دا الزائد 15 والأرضي ونقص 15 دي الأطراف اللي هي عندي بتاع الداية التغذية ده هو مولد ترد العالي وبيطلع 100 كيلو هرتز اللي هو زي ما احنا قلنا بتاع الموجة الحاملة نفسها دي أطراف الخارج بتاعته بتوصل على على الدخل بتاع مين بتاع اللي هو داخل داية التعديل 100 ميجا 100 كيلو هرتز للتردد بتاعه أخذ الطرفين دول ووصلهم على مين على يبقى دا خارج مولد التردد العالي خارج مين مولد التردد العالي طبعا هنا هيبقى خارج المولد التردد المخافض اللي هو الـ V2 الـ V2 دول داخلين عادية التعديل اللي هي معمولية على علامة X طيب بعد كده ايه الأطراف الخارج بتاعته اللي عنده اللي هي بتاعة دائرة التعديل اهي أخذي الشارة معدلة ايه ام أشوفها على السرسكو من الطرفين دول طيب ماشي دا دي كلها اللي احنا قلنا عليها دائرة التعديل انما في دائرة تانية بعد دائرة على طول مكتوب على دا وديتكتور اللي هي دائرة الكشف هاي اللي هي طرفين في الدخل وطرفين في الخارج وده الـ High Pass Filter لذا قلتك مرشحة الترددات العالي وده كده اللي أنا أستخدمه في ان أنا أحصل على إشارة إذا بتردد نخفض بدون أي مشاكل خالص ومعليهاش أي دي سي طيب حنبتدي نعمل بقى إيه أول حاجة نعملها نوصل دائرة التغذية قاعدة زائد خمستاشر قاعدة ناقص خمستاشر قاعدة لأرضي آسف اللي في النص ده أرضي وقاعدة ناقص خمستاشر أبتدي بعد كده أمسك الأسلسكوب واشوف الإشارات اللي عندي اللي هي بتاعة التردد المخفض والتردد العالي أشوفها قبل ما دخلها بدلوقتي أشوف إشارة التردد العالي أخذ الطرفين دول هم وصلهم واشوفوا اللي أدخلهم على الدخل دي وان واشوفهم عن طريق مين الأسلسكوب أتأكد إن الإشارة داخلة خليك فاكر الكلام ده كويس قوي خلاص مش هعمل دهية التعديل لا يا لأنا هلجع تاني عشان أشوفوا الإشارة من أطراف الأسلسكوب أهو هبتدي أهو موجة التردد العالي تمام مو بعدين شفتها تمام ماشي أروح بعد كده شايف موجة التردد المخفض أكد تمام إن موجة التردد العالي موجودة أهي اللي هي بتاعت مين بتاعت المجرح حاملة طب كويس أشوف موجة مين التردد المخفض أهي شفت كده موجودة موجة التردد المخفض أو التردد المخفض موجود وعليه نسبة دي سي هبتدي إيه أطفحها فوق شوية عشان أشوف إشارة الداخل والخارج وطبيقهم مع مين مع بعض يبقى أنا كده فشوف ده كده نسبة دي سي اللي هي رفع الإشارة فوق بتاعي تعالي بقى نشوف ونزبط الأسليسكوب بتاعي على أساس إن أنا أشوف إشارتين في وقت واحد يعني أنا أعيز أشوف إشارة الداخل بتاعت موجة التردد المخفض وقال ليه هتغير لي في التردد العالي واشوف في الخارج الإشارة المعدلة يعني المفروض إن أنا ديوقتي أشوف الإشارة المعدلة أحط أطراف هنا ده المولد ده هو بس قبل ما أعمل كده خلي بالك بقى معايا الجزء اللي هتكلمك فيه دلوقتي خلي بالك بقى معايا أنا دلوقتي وصلت الخارج بتاع مؤادية التردد المخفض بداية التعديل ووصلت الخارج بتاع Verizon Etat هو خارج من المؤاد وهو داخل على دالة التعديل يبقى كده بختبر الأسلاك بتاعتي ما هو ممكن يبقى الإشارة الخارجة من المؤاد وموصلتش لدالة التعديل يبقى فيه خلل في الأطراف بتاعت التواصيل بتاعتي وبتحصل كتير جدا الاقي الاشارة موجودة هنا في الخارج بتاع المولد والاشارة مش موجودة في داخل التعديل. على طول مش بشك بتأكد ان اطراف توصيلة. اما غير الاطراف التوصيلة ابوصلة الديلة اشتغلت معا. عشان كده لازم اشوف اختبارتها اختبارة الاشارة الخارجة على اطراف المخافض من خارج المولد واختبارها كمان بعد الاسلاك اللي هي في داخل دائرة التعديل. نرجع للشاشة مرة تانية. اهي. هبتدي بقى ايه? اوصل الجزء اللي خاص بص. اطراف بتاع الترد مخافضة اوصلها على في اتنين اهيه? طبعا انا شفت موجة الترد مخافضة في الاول. تعال بقى نشوفها. يعني انا شفتها وهي خارجة من هنا. في البداية خالص. هشوفها وهي داخلة هنا. عشان يتاكد ان هي موجودة. اهي. هبتدي احط الاطراف دي. بتدي اوصل. على اطراف الخارج. على اطراف خارج المولد اللي هي بعد الاسلاك. اهو. موجودة تمام. كده انا عملت ايه? كده انا اختبرت السلك ده. اطرافين دول. اللي هم شايلين الاشارة وجابوا هاي لحد دائرة التعديل. يبقى شفتها هنا كانت الاشارة موجودة. شفتها هنا كانت الاشارة موجودة يبقى السلك ده سليم. شفتها هنا الاشارة موجودة وهنا مش موجودة يبقى السلك ده عاطوه يتغير. وده زي ما قلت لك خطوات بيتعلمها وبيتفدنا في موضوع السيان. لان السلك ده ممكن يكون مكسف ممكن يكون مقاومة دايرة بعد كده. في اي دايرة من الدواير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وداية الكاشف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة